السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين والتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا جديدا عن مسؤول عن مسؤول دفاعين أمريكي تحتث عن نجاح اليمنيين في استهداف زغرافيا الخبر يقول مسؤول دفاعي أمريكي اليمنيون نجحوا في استهداف زغرافيا وصواريخهم تمطل تهديدا داهما للبحرية الأمريكية وإلى التفاصيل قال مراسل جنات الجزيرة من البنتاغون الأمريكي إن مسؤول في وزارة اتفاعي الأمريكية أكد له نجاح القوات المسلحة اليمنية في استهداف عصابة الزفينة الزغرافيا التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية وقال مراسل الجزيرة فادي منصور في منشور على حسابه بموقع إكس مسؤول دفاعي أمريكي يؤكد نجاح القوات المسلحة اليمنية في استهداف وعصابة السفينة الزغرافيا التي ترفع علم مالضة أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر بساروخ باليستي مضطل للصفن كما أقرى المسؤول التفاعي الأمريكي بأن الصواريخ اليمنية تمثل تهديداً خضيراً للسفن الحربية الأمريكية وهو اعتراف أمريكي هو الأول من نوعه يصرح بحجم القوات العسكرية القدرات العسكرية والاستخبارية اليمنية في ضرب السفن الأمريكية بما في ذلك السفن الحربية وقال المسؤول التفاعي الأمريكي حسب ما نشر مراسل الجزيرة استهدفت القوات الأمريكية ودمرت اليوم أربع صواريخ باليستية مضطة للسفن تابعة للحوتيين كانت معدى للإضلاق من أراضي يصيدر عليها الحوتيون في اليمن مضيفاً أن الصواريخ اليمنية مثلت تهديداً داهماً للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة ولم يسبق ولم يسبق أن وصفت الولايات المتحدة الأمريكية أي صواريخ لأي دولة ما بأنها تمثل تهديداً داهماً لسفن البحرية الأمريكية وكانت القوات اليمنية قد أعلنت أمس أنها استهدفت سفينة يونانية متجهة لكيان الاحتلال الإسرائيلي حسب ما أكدت أيضاً وكالات أنباء عالمية أشكركم على حسن المتابعة والإصراء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات وهذه خالص صحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر